النهاردة العالم بيحتفل باليوم العالمي لمرض البهاء واليوم ده اتخصص لنشر الوعي عن هذا المرض عن توعية الناس بطرق العلاج المختلفة المتاحة ليه وده يمكن اللي دفعنا النهاردة في صباح الخير يا مصر ان احنا نفتح باب المناقشة عشان نتعرف مع كيفية التعامل مع هذا المرض والعناية به ازاي شفنا فنانين تعاملوا مع هذا المرض وتكيفوا معاه وازاي في ناس برضو قالت ان انا اطلقت حملات ان ما ينفعش تتنمروا على اصحاب هذا المرض وهل العلم وهل العلماء وهل الابحاث العلمية الجديدة في 20-24 ابتكرت حلول جديدة للسيطرة على هذا المرض هل اصبح هناك ادوية فعالة تقدر تتخلص من مرض البهاء بشكل نهاية اعتقد ديها اسئلة كتير جدا مهمة جدا كل تأكيد يا مصطفى اسئلة كتير جدا هنجاوب عليها النهاردة مع دكتور حسن الفكهاني اصداد الجلدية والتناسولية بكلية الطب جماعة المينيا سبع الخير رحضيك يا دكتور كل سنة حضرت طيب سبع الخير فانه اهلا وسعى في اليوم العالمي لمرض البهاء دكتور خلينا نعرف من حضرتك اولا اسباب هذا المرض هل المرض ده مرض الشخص بيولد به ام بيبقى يعني ممكن حد يصاب به وهو كبير او هو صغير يعني كلمنا اكتر عن المرض طيب هو مرض البهاء باختصار هو مرض مناعي الجسم بيكون اجسام مناعية ضد خلايا اللون فبتتوقف عن العمل او بتموت خلايا اللون المرض المناعي ده اولا بيبقى فيه جزء وراسي يعني بيبقى فيه استعداد وراسي لمرض البهاء ممكن تكون فيه حد من الاسرة موجود عنده المرض وبالتالي بيبقى فيه قابلية للاولاد ان يحصل عندهم المرض مش كل الناس اللي عندها استعداد وراسي للبهاء لازم مولادهم يبقى عندهم بوهاء إمتى بيبع عندهم بوهاء لما تبقى في حاجة بتنشط المرض ده زي الحوادث النفسية الكبيرة زي ما بيقولوا كده عندنا في السعيد الخضة يعني أن حد يتعرض لأزمة نفسية كبيرة أو حاجة مرعبة فيبتدي جهاز المناعة يتلغبط وينشط ويظهر مرض البوهاء استهلاك الدقيق الأبيض المغبوزات الغربية بكل أنواحها والمعجنات بينشط جدا مرض البوهاء وبيلغبط جهاز المناعة وبينشطه فالقصة كلها أنه يكون عندي استعداد وراسي وبعد كده يبتدي يظهر عندي مرض البوهاء نتيجة عامل مؤثر قوي لغبط جهاز المناعة فخليها تكون أجسام مضادة تاكل خليها الدون طيب ما هل هناك يعني كيفية لتعامل أو يعني إرشادات نفسية بتمنع أو بتمنع مريض البوهاء يعني شهادة اعتبار لي داخل المجتمع يعني بنشوف تنمر بيحصل عليهم بنشوف أطفال في سن صغير بيحصل عليهم بنشوف ناس بجلدها بيتغير من مناطق في وشها وده بيبقى طبعا أكثر صعوبة بتتعاملوا إزاي أنتوا يعني حتى في توجهاتكم يعني الشفاوية معها طيب هو أولا بس أنا عايز أأكد على نقطة أن البوهاء مرض له علاج ولها علاج ناجح وقاطع وممكن توصل نسبة الشفاء إلى نسبة 100% مستغال؟ رخيص جدا ومتاح جدا بوهاء الوجه اللي هو اللي الناس بتقول أنه هو التنمر بيكون أكتر هو أسهل منطقة بتخف لأن الوجه مليان بصيلات شعر ومصدر خلايا اللون هو موجود في بصيلات الشعر فأسهل منطقة بتخف هي بوهاء الوجه المناطق اللي في الجسم متوسطة بتحتاج علاج إشعاعي أو علاج ضوئي مع الكريمات أو الدهنات أو أي نوع تاني من أنواع العلاج أصعب مناطق هي مناطق الأطراف الأطراف ما فيهاش بصيلات شعر فبالتالي الإيد والرجل والقدم من تحت دي الحاجة الوحيدة اللي صعبة بنحتاج نعمل عمليات زرعة خلايا من الفخد للأطراف يعني بننقل خلايا لون ببصيلات الشعر بتاعتها للمناطق الموجودة اللي ما فيهاش بصيلات شعر فبتكتسب اللون في كل الأحوال المواضيع كلها ليها نسبة نجاح عالية وبيتم فيها الشفاء بس بالشروط إيه الشروط ديت؟ أولا المرض يكون في حالة استقرار مش في حالة نشاط يعني لو عملت العمليات دي وعملت التدخلات ديت والمرض نشط يزداد نشاطا ولا يقبل الطاقة حاجة تانية أن المريض يكون ملتزم يعني الموضوع محتاج صبر والتزام إنما في الآخر لما الحالة عمرية معيرة يعني في الصبع يعني ولا عادي في أي سن؟ فأي سن بعد البلوغ أي سن بعد البلوغ بعدين كل حالة بتقدر بنقول أن هي لها ظروفها الخاصة يعني فيه حالات بتبقى البقعة فيها صغيرة جدا فممكن تتعمل من غير العملية الزراعة دي عمليات أكثر بساطة وفيه حتة تانية بتحتاج زراعة الخلايا إنما في الآخر للأسف يعني الفكرة اللي سادت في السنتين ثلاثة اللي فاتوا من بعض الفنانين وبعض الأعمال الدرامية إن البهاء مرض ملوش علاج وإن أنا لازم أتعايش معاه واستحمل التنمر اللي في العالم ده خلى ناس كتير جدا للأسف يعني الموضوع مش معاه بشكل عكسي توقفت عن العلاج وبعد كده ما قدرتش تقبل الوضع ورجعت للعلاج تاني بس كان الوقت تتأخر انتشرت البقعة أكتر يعني يا دكتور لما المرض بينتشر أكتر ببقى صعب علاجه طبعا كلما كانت البداية سريعة في التوجه للطبيب كلما كانت النتاج أفضل بكتير وقدر أقول إن فيه عشرات الحالات ومئات الحالات بس داية تطلب بقى الأول حتى قبل العلاج السيطرة على انتشار المرض أيوة السيطرة على انتشار المرض موضوع سيطرة عليه احنا بناخد أدوية بتوقف جهاز المناعة من مهجمة جسم ببساطة شديدة زي الكورتزون جرعات قليلة والفترات بسيطة هو غالبا المرض بينشط في السنة من مرتين لتلات مرات بالكتير غير كده الناس بتستجيب بسهولة جدا وعلاجه مش مكلف على الإطلاق جلسات الأشعة الضوئية متوفرة في كل المستشفات الحكومية في كل المستشفات الجامعية عند الأطباء كلهم والجلسة مش غالية مش محتاجين يعني تدخلات عنيفة أو أدوية عنيفة زي أمراض كتيرة دانية بالعكس البهاء مرد له عليك بس بشرط الاهتمام والمتابعة بتستمر قد يا دكتور على حسب الحالة ما تقدرش دايما تقيم يعني في حالات بتاعت الجراحة دي نقدر نعمل الجراحة النهاردة الجلد يرجع بلونه الطبيعي تماما في خلال أربع شهور في حالات اللي هي بيبقى تقريبا يعني أقل تقريبا من 50% من جسمها ممكن تستجيب معنا في مدة سنة إنما في الآخر هو له علاج طيب زي أخييني أرجع للنقطة لحضراتك ذكرتها يا دكتور إنه بالفعل في مؤثرين على سوشال ميديا أو فنانين تكلموا على فكرة هذا المرض مرض البهاء وإننا نتعايش معه هل ده بيرجع لإنه في حالات ممكن تكون جرابة مثلا للعلاج ولم تستجب للعلاج أنا قلت الحاليك إنه الشرط نجاح العلاج إن المريض يتوجه بدري للطبيب الحالات مثلا تبقى الإيد كلها بقت بيضة لحد هنا بس ممكن يا دكتور أحيانا بتظهر بقع ممكن ناس ما تاخدش بالها منها ممكن تظهر بقع مثلا في الظهر ممكن تظهر بقع صغيرة بجد ممكن محدد شيء لأ النقطة الصغيرة لا تعد بهاء البهاء يعني أنا دايما بقول للعينين بالبلدي كده بقع قد الجنيه ولونها لون اللبن قد الجنيه ولونها لون اللبن وانس إن ده يحصل لازم تيجي تكشف عند الطبيب ممكن يطلع حاجة أخف من كده بس ده مرحلة لازم يبتدي فيها علاج لأ طبعا بقول له علاج بس مش كل الحالات علاجها زي بعد يعني فيه الحالات اللي هي بقالها سنين طويلة وانتشر في أكتر من 50% من جسمها أنا بقدر بضطر بعد كده إن أنا ما قدرش أرجع اللون لطبيعته فبشيل بقيت لون الجلد الطبيعي البني وخلي الجسم كله قبلت الإيدين اللي هي وصلت لحد هنا كلها ما قدرش أعمل زراعة خالية لكل الإيد لكل ده ما قدرش أعمل كده إنما فيه حالات تانية كتير لها عليك أقدر أقول أكتر من 80% من الحالات أو 90% من الحالات لها عليك المشكلة الوحيدة اللي حصلت في الفترة اللي فاتت زي ما حضرتك قلت كده المؤثرين اللي قالوا تعايشوا معاه وبلاش تتنمروا والمسلسلات اللي طلعت خلت الناس تراجعت فترة طويلة جداً علاجه وفقدت الأمل وأحبطت وده مش صح يعني ده تأثير كان سيء جداً من السوشيال ميديا ومن الدراما على مرضى البهاء لأن معظم الحالات كان لها علاج وتوقفت المشكلة أن المريض بعد ما بيتوقف فترة المرض بيبتدي يزيد ويوصل مرحلة في النص لقادر يتعالج ولقادر يستحمل الوضع اللي هو فيه لا طبعاً المرض له علاج ومن بدري لو رحته للطبيب نسبة العلاج ونسبة الشفاء فوق التسعين في المشكلة ومش مكلف مش مكلف في معظم الحالات في معظم الحالات مش مكلف يعني حتى الكريمات الغالية الكريمات الأمريكية اللي أعلنت عليها الـ FDA السنين اللي فاتت السنة اللي فاتت دي كريم بتلت تلاف دولار تم تصنيعه في مصر بأرقام أقل من كده ورغم لو تمنوا في مصر عن العلاجات التانية اللي موجودة العلاجات التانية اللي موجودة شغالة من سنين ومتجيب نتائج من سنين وعليها أبحاث من سنين ومش محتاجين نشتري حاجة غالية عشان نعالج البهاء طب نقدر نقول إن الإنجاز العلمي ده تحقق سنة كام يعني معلش إحنا ما نعرفش المعلومة هي مشكلة مرض البهاء إنه زمان من عشر سنين كانت نسبة وجوده في العالم 2% في الأبحاث الأخيرة في بعض الدول وصل لـ 8 و 8 من 10% وده بيرجعوا له حاجات كتير جدا منها نوع التغذية اللي إحنا بنكله يعني زي ما لسه بقول لحريك الدقيق الأبيض ده الجلوتن ده واحد من المسببات القوية في لغباطة الجهاز المناعه مرتبط جدا بمرض البهاء يعني الناس اللي بتوقف جلوتن سبع سنين في بعض الأبحاث خفت من البهاء من غير علاج الحاجة التانية إن الأبحاث الموجودة والعلاجات الموجودة بقالها سنين طويلة جدا هي بس بتبقى تطور بسيط في خطوات العلاج يعني طريقة الجراحة خطوة معينة في الجراحة طريقة فصل الجلد في الحتة اللي فيها البهاء طريقة زراعة القلية يعني إحنا تقريبا بنعمل عمليات البهاء دي بقالنا أكتر من 15 سنة وبتجيب نتائج ممتازة التوعية بالطريقة العمليات وبالعلاج ما كانتش عالي قوي في الفترة اللي فاتت وده اللي خلى الناس كتير جدا تبقى يأسا من العلاج دكتور أنا يعني أنا أعرف حالات بشكل شخصي بالفعل يمكن ظهر عندهم هذا المرض بسبب أزمة نفسية يعني فعلا ناموا زعلانين من موقف معين صحيوا لقوا إنه هذا المرض بانت علاماته وأثروا على جلده لو في حالة إن الشخص بيمر بأزمة نفسية وحتى توجه للطبيب طبيب جلدية عشان يقدر يعالج بس لهذه الأزمة النفسية مستمرة عنده هيستجيب للعلاج ولا لا؟ السؤال ده كويس جدا لأن في بعض المرضى اللي احنا بنعالجهم مع التقطر والقلق المستمر مش ممكن السيطرة على المرض وانتشاره فبنتر ندخل مع الدواء بتاعنا أو العلاج بتاعنا بتاع البهاء أدوية مهدئة للأعصاب أو مضادة للتوتر والقلق وده بيفرق كتير جدا في العلاج يعني أنا أتذكر بواحدة من الحالات القريب يعني قريب كنت بعالجها كانت البنت متوترة طول الوقت بتشتغل في شغلانها فيها سترس طول الوقت مجرد ما دخلنا الأدوية المضادة للتوتر ابتدت تستجيب جدا للعلاج حالة نفسية من الحاجات المهمة جدا في الأمراض الجلدية يعني الجلد هو الحاجز الأساسي ما بين الأعضاء الداخلية والبيئة فبالتالي أي حاجة داخلية بتأثر على أعضاء الداخلية لازم تظهر على الجلد وأي حاجة في البيئة لازم هتأثر على الأعضاء الداخلية لازم تعدي عن طريق الجلد فطبعا الحالة النفسية والتوتر في البهاء بيعمل مشكلة في الصدفية بتعمل مشكلة فأمراض مناعية كتيرة جدا بتعمل مشكلة لو معالجناش السبب وقال لنا التوتر هتفضل المشكلة شغالة الناس بتروح المصايف دلوقتي تاخد تان هل الشمس والمصايف يعني يقدروا يعالجوا البهاء؟ أبدا العكس تماما اتقال كده في بعض الأحيان الشمس بتاعت المغرب والشمس بتاعت الفجر فيها أشعة مفيدة جدا لمرضى البهاء ومرضى الصدفية إنما لو حضرتك يعني هننزل نتكلم عن العلم الناس اللي بتشتغل لفترات طويلة جدا في الشمس زي مثلا النجار المسلح دول من أكتر الناس اللي بيبع عندهم بهاء في الأطراف لأن الشمس القوية جدا من الظهيرة للعصر دي شمس ضارة جدا الأول الإنسان بيفضل يغمق وساعات تروح جايبها أثر عكسي تبتدي تظهر عنده البهاء وبالذات الناس اللي بتشتغل بأيديها شغلانة فيها يعني شغلانة يدوية أو حرفية يعني تعرض للشمس بالعكس ده ممكن يسبب البهاء؟ معظم مرضى البهاء بعد الصيف بيجوا في حالة مشاط الناس اللي بتعطوا طول اليوم في الشمس وبالذات من الشمس الظهر للشمس العصر إنما أنا دايما بنصحهم بقولهم استمتعوا بحياتكم وعيشوها كويس بس قبل الظهر وبعد العصر إنما من الظهر للعصر ما نبقاش تحت الشمس لنبقى جوه بيت طيب دكتور هل لو في شخص ظهر عنده مرض البهاء وتعالج ممكن يرجع تاني؟ أنا بس عايز أقول إن في الطب الحاجة الوحيدة اللي بتتعالج وما بترجعش تاني هي الحاجة اللي بتتقطع وتتريميز زي ده اللوز لما كل الأمراض العلاج ده هي فرصة لإعطاء الجسم أو لإعطاء الشخص أو المريض تغيير حياته عشان ما يرجعش تاني لنفس المرض يعني بساطة لو حد عنده برد واخد علاج وطلع تاني في البرد هيرجع له البرد تاني نفس الكلام بالنسبة للبهاء لو حد عنده بهاء وتعالج ومحافظ على نفسه وارد جدا يرجع له تاني فالعلاج مش أبدي ما فيش حاجة في الطب خلص اسمع علاج أبدي العلاج هو إعطائك فرصة جديدة تغيير حياتك اللي قدت للمرض رجعتي لطريقة الحياة القديمة أو رجعتي لإسلوب الحياة القديمة هيرجع للمرض تاني طب هو مرض يعني هو تغيير في لون الجلد ولا يعدي أنا بعرض أن أعرف أنه غير معدي هو غير معدي بالمرض طبعا فهو تغيير في لون الجلد هل هو مرض يعتبر مرض؟ هو طبعا مرض مناعي لو كلمنا بالوصف العلمي ولكنه طبعا مرض يؤثر على الحياة بشكل كبير جدا في بحث من حوالي 20 سنة عمل على حب الشباب وأمراض القلب لأن حب الشباب في الوش بيؤثر سلبيا على جودة الحياة بالنسبة للمرضى بتاعته أكتر من أمراض القلب رغم مخطورة أمراض القلب لأن مثلا وشك هو أول حاجة بتقابل بها الناس فالانطباع الأولاني بيتاخد من الوش فطبعا البهاق لأنه هو تشوه بشكل ما في البشرة في اللون فطبعا بيعمل أزمة كبيرة جدا هل في أدوية دكتر معينة ممكن تساعد أو زي ما حضرتك تحدث لنا ممكن تنشط المرض البهاق لو شخص ما عندهوش هذا المرض أو ما عندهوش حتى تاريخ وراثي في العيلة حد عنده بهاق هل في أدوية ممكن أثرها الجانبية أنها تعمل بهاق؟ أنواع معينة من ليزر إزالة الشعر اللي بتعملها الستات معقولة في الناس اللي عندها استعداد للبهاق والناس اللي عندها لونها غامق قوي ممكن تسبب أن الشعر يتحول لأبيض أو حتى تظهر بقعة للبهاق أنواع معينة من المقشرات الشديدة اللي بتستخدمها الستات في التجميل ممكن تعمل بهاق الحاجة الأكتر كمان في بعض الأسف الأفقين والنصابين بيعالجوا مرض البهاق بحاجة زي التاتو بيجيبوا لون زي لون الجلد ويحقنوه في المنطقة عشان يبقى اللون واحد لا فيهاس بتعمل ده أصلا من غير ما يبقى علاج للبهاق يعني فيهاس بتعمل وقت كإجراء تجميل للأسف ده إجراء سيء جدا لأن مريض البهاق أولا ده مرض مناعي فبيرجع ينشط تاني فالحطة اللي اتحقنت بيبقى حواليه يبتدي تظهر بقعة بيضة فيبقى المريض عنده جلده بني بقعة بيضة وبعد كده اللون اللي اتحقن ده مش بيفضل بلونه لأن الجلد بيسحب منه جزء من السبغة ده تفيبعنده لون أزرق وبني وأبيض بدلا ما كان أبيض وبني يا نهر أبيض طب والجلوتين يا دكتور حضرتك قلت إنه هو بينشط بالجلوتين جلوتين مش موجود بس في الدقيق الأبيض موجود في الألبان أظن موجود في إيه كمان يعني الحذر من إيه لو أنا عندي بوادر من مرض البهاق ما عنديش أي تحذيرات في مرض البهاق غير الدقيق الأبيض المصنع يعني كل الحاجات القديمة اللي كنا بنكلها زمان عيش المخبوص في البيت وعيش الفلاحين والعيش اللي جاي من الدرة أو الأمح الكامل أو الردى أو خبز البر مثلا في الدولة العربية كل الحاجات دي أمنة تماما مشكلتنا كلها في الدقيق الأبيض والمخبوزات الغربية وعلى فكرة ده مش في مرض البهاق بس في أمراض منعية كتيرة جدا الجلوتين بيلعب دور كبير في لغباطة جهاز المناعة ونشاط جهاز المناعة إنه يعمل انتشار للمرض المناعي اللي موجود فما فيش أي محاذير تانية بالعكس في حاجات كتير في الأكل تساعد جدا في علاج البهاق زي في أبحاث كتيرة جدا عن الكوركم الكوركم بيساعد لو تناولناه بكميات معتدلة إنه يعالج البهاق يعني البهاق من الحاجات المنتشر جدا في الهند الستات عشان بتستهلك كوركم كتير لأنها بتاكل والدوق الأكل وتطبخ واواوا والرجال عشان بتستهلك كوركم بكميات معتدلة هم أكثر شفاقة من البهاق من الستات فكل حاجة محتاجين نستخدمها باعتدال إنما البهاق الحقيقة إنه هو واخد أكبر من حجمه جدا كمرض لأنه مرض بسيط معروف أسبابه معروف طريقة علاجه طريقة علاجه متعددة كل واحد مختلف عن التاني يقدر يتعالج كويس جدا المطلوب بس الاستمرارية مشكلته في الوقت والاستمرارية صحيح صحيح يعني معلومات جديدة في منتهى الأمانة ما كناش نعرفها عن مرض البهاق كتير جدا من الحملات طلعت من فنانين على السوشيال ميديا وبتقول إن أنا بعاني من التنمر وأنا بكافع هذا التنمر وأنا كده وكده النهاردة في اليوم العالمي لمرض البهاق اتعرفنا على هذا المرض وعلى تفاصيله بصحبة الدكتور حسن الفكهاني وأستاذ الدلدية والتناسولية في كلية الطب جامعة المنى شكرا جزيلا شكرا جزيلا